هذان اليومان يشتريكان في بعض الأحكام ويفتريقان في بعضها الفطر والأضحى يومان يشتريكان في بعض الأحكام ويفتريقان في بعضها يشتريكان في حرمة صيامهما صيام يوم عرى النبي صلى الله عليه وسلم قال عرى فه قال يوم العاشر وأيام التشريق أيام أكل وشور وفي رواية قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فلا يحل أبدا صيام يوم العيد ولا صيام يوم العيد الفطر للأضحى يحرم أما صيام أيام التشريق اللي هي على يوم 11 و12 نحن بدأنا من يوم ثمانية التروية ووقفنا بعرفة الآن ووقفنا من عرفة وبتنا مزلفة ليلة العاشر ورمينا الجمرات في يوم عشرة وأدينا عامة المناسك وتحللنا التحلل الأكبر والأصغر الأصغر بحلق الرأس والأكبر بالطواب بالبيت الحج فيه تحللين فيه تحللان ما ينازعنا الشيخ وسارع الحج فيه تحللان أصغر وأكبر الأصغر يعني يكون بحلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل كذا إذا حلق رأسه يكون تحلل تحللاً أصغر يعني يحل له كل شيء إلا النساء فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى إذا بغي يتزوج ما يتزوج يأخذ راحة بعد ذلك تحدل التحلل الأكبر وبعد ذلك يجعل من 11 و12 و13 هذه أيام التشريق اللي هي يكره صومها شوف لاحظ حكمة الله التاسع يستحب صومه العاشر حرام صومه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مكروه صيام فمن صام التاسع أجر ومن صام العاشر أثر ومن صام اللي بعد 11 و13 خرج بخفة حنين ليس له إلا الجوع التعب هذا الحكم الأول الحكم الثاني من الأحكام التي يشتركان فيها الأضحى والفطر أيضا سنية الاغتسال أي أن الاغتسال في يوم العيد الأضحى والفطر مسنون سنة عنه صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم الاغتسالات المسنونة كم اغتسال عندنا مسنون عندنا شيء اغتسالات واجبة واغتسالات مسنونة شيء اغتسالات واجبة واغتسالات مسنونة هذه الاغتسالات المسنونة كم واحد الغسل للجمعة والعيدين سنة كذا مغسل ذا الحين كذاك للإحرام بالحج ومن يحجم قد سن له غسل البدن إذا قيل لك ما هي الاغتصال كم عدد الاغتصالات المسنونة قل خمسة الغسل للجمعة وللعيدين ومغسل الموتى من غسل ميتا فليغتسل بحديث ضعيف الجمعة والعيدين كذا مغسل ذا الحين وغسل الإحرام بالحج والعمر وغسل المحتجم ومن يحجم لا من يحجم الذي يحجم المحتجم يعني قد سن له غسل البدن وهذا الاغتصال مثل غسل الجنابة وكيف هو غسل الجنابة يا رب بسم الله هذه أرواحة عندكم من عندكم من عند الأوطال واحد يكون عمره ستعشر سنة حد عمره ستعشر في الأوطال يخبرنا عن غسل الجنابة ستعشر هذا العمره أرباطعش والعمره خمستعشر حرام عليه أن يجهل غسل الجنابة حرام عليه أن يكون جاهل غسل الجنابة ليش حرام عليه أن يكون جاهل غسل الجنابة لأن إن جهل كيفية الغسل لم يغتسل وإذا لم يغتسل لم يصلي ما قاص الركوع ربع ساعة وسجد نصف ساعة الصلاة بباطلة وبعد ذلك يسوه دروس يوم السبت درس والأحد درس والذنين درس والأربع درس وهو خارج منه كالعيس في البيداء يقتلها الضمأ فالما أفوق الظهور يهار محموله آه بسم الله غسل الجنابة كيف هو لا بيفتح جوجل باقي يشوف جوجل يشيقول جوجل الشيخ جوجل يشيقول بصد الجنابة كيف هو شوف الشيخ جوجل وخبر شوف شوف جوجل يشيقول وبيقول له غلط تتعرف أنه يكتر جوجل شوف يا ربطان وصل الجنابة كالتأول شيء النية نية رفع الحدث لا بد النية لأن عبادة غير متعقلة المعنى غير معقولة المعنى فلا بد من نية كل عبادة غير معقولة المعنى النية فيها فرض واجب لا يجوز أبدا أن يفعلها مجردة عن النية لا بد من نية الأمر الثاني أن يغسل يده ثالث يزيل النجس من موضعه أيا كان موضعه الرابع يتغضأ وضوءه للصلاة الخامس يفيض الماء على رأسه ثلاثة رقم ستة يغسل رأس اليمين ثم اليسار عنق اليمين ثم اليسار يد اليمين ثم اليسار جسم اليمين ثم اليسار البطن الظهر إلى السرة ثم من السرة إلى الركبة اليمين ثم من السرة وكذا يكون توضأ واغتسل أعيد مرة أعيد مرة لأن اللي ما يغتسل هذا الاغتسال ذا يعني رحم الله المصر ماذا يسوي قلنا ينوي أولا وبعدين يغسل يده وبعدين يزيل النجس من موضعه ثم ماذا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ماذا يفيض الماء على رأسه ثلاثة ثم ماذا يغسل شق رأس الأيمن ثم الأيسر يده اليمنى ثم اليسر ثم بدنه الأيمن ثم الأيسر ثم الصدر والبطل ثم الظهر من السرة ثم من السرة إلى الركبة اليمين ثم من السرة الركبة اليسار ثم من الركبة إلى القدم اليمين ثم من الركبة إلى القدم اليسار وبهذا يكون قد اغتسل غسل يجزي حتى عن الوضوء لأن توضأ فيه من زين هذا الغسل يغتصل للجمعة وللعيدين ومغصم ذا الحين وحتى غسل الموتى غسل الموتى كذا كذا غسل الموتى وهذه الاغتصالات بهذه الصفة يغتصل يوم الجمعة سنة مشتركة في العيدين ومن الأمور المشتركة كذلك في العيدين صلاة العيدين صلاة العيد